أيام العشر ذي الحجة لمقبلين عليها هي أفضل أيام السنة على الإطلاق وقد قال ربي عز وجل والفجر وليال عشر قال الطائفة من السلف والخلف المقصود بليال عشر المقصود بها أيام عشر ذي الحجة حتى ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ما العمل أفضل من أيام عشر ذي الحجة قال ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ما من أيام أعظم عند الله أعظم عند الله أعظم الأيام عند الله هذه الأيام عشر ذي الحجة أحب إليه من العمل فيهن من أيام عشر ذي الحجة فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحمد لذلك عليه الصلاة والسلام كان يصوم التسع من ذي الحجة يعني يبدأ من واحد ذي الحجة حتى يوم عرفه وثبت عن الصحاب رضي الله عنهم والسلف أنهم يقضون أيام رمضان في عشر ذي الحجة لعظوا انفضل هذه الأيام فيجمعون بين الأجرين لذلك اللي عليه قضى يجوز لها أن يصوم في هذه الأيام الفاضلة فيحصل لها الأجرين بإذن الله كذلك سيوم يوم عرفة يكفر سنتين كما في الحديث أيام يوم عرفة اليوم التاسع يوم عرفة يكفر سنتين في الحديث أعتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والتي بعد يوم واحد شكرا